اشتركوا في القناة 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 يعني حديك مثال اشتركوا في القناة 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 درجات لكن المرضود بتاعه مهتز ليه؟ لأنه ما كانش متوفر لهم مع فراهم سواء مع الأهل أو مع زمالك أو مع فيوتشر الحماية البلوك أو السطارة اللي بتتعامل قدامهم من الثلاثة سواء حمد فتحي عمر الإنسولية ومحمد النيني الراجل لو ما اشتغلش بالمنظومة دي وما اشتغلش بالثلاثة ده ما كناش هنشوف اللعيبة بتدي المرضود ده خيب ايه إثبات أكبر من كده؟ ان انا بشيل لعيب وبحط لعيب بلاقي المنظومة محافظة على نفس التماسك إذن بالإضافة لأنه طبعا يحي كل اللعيبة اللي اشتغلت مبارح سواء لوينش وحمد عبد النام لحد الإصابة لحد ديها تسعة وثلاثين ومن بعد ياسر إبراهيم يحيوا جميعا على الأداء اللي عملوا مبارح لكن ده كله يحسب للراجل أحمد ياسيم في مباراة الجزائر قدام الجزائر في البطولة العربية بينزل وبيثبت نفسه وبكسب لعيب عمر كمال عبد الواحد بينزل المنظومة اللي هتتأثر عمر جابر رغم كل التخوفات وأنا كنت واحد من الناس المتخوفين مبارح قبل وداية المباراة وعمر بقاله رغم يتمتوع بخبرات كبيرة من وقت الأولمبياد عشر سنين حتى الآن ما بين اين و اوت مع المتاحة بس أدى بشكل كويس أدى أداء جيد مقارنة بالستاندر والتخوف اللي الناس كانت متخوفة جدا جدا منه حتى لو عنده بعض الأخطاء طبيعي جدا مباراة أمام للسنغال يبقى عندك بعض الأخطاء ده بساديو مانية ده بساديو مانية ده بساديو مانية الناس عمات شار الكرة اللي ورقص فيها دي الجماعة هو بيعملها 20 مرة في الدول الإنجليزي في البرامير الليل وبيعدي في 20 مرة مع عظم مدفعين في العالم معروف اللي مشتغل كده لو عدى مننا في واحدة ايه حجم الاستغراب بس ما هو دي قدرات فردية خارقة هيا اللي خلاف ليفربول واحد من أعظم المهاجمين اللي موجودين في العالم طبيعي والتوفيق يا كريم ما بيجيش أنا عندي قناعة تمة حتى في الكرة ما بيجيش إلا لمن يصحقه للمجتهد صح انت مش انبارح بس كنت موفقه وما تمش تسجيل فيك معدلات استقبالك للهدف في بطولة أفريقيا كانت بنفس النتيجة بنفس الشكل انت استقبلت الهدف اللي في مرماك أمام المغرب من ركل الجزاء مادونة ذلك لم تستقبل أمام الكاميرون لم تستقبل أمام المنتخب السنغالي نفسه مش بتسعين دقيقة مئة وعشرين دقيقة لم تستقبل الناس بس مش واخدة بالها ان انت عندك مش نقص مش مشكلة في خط الدفاع انت خطت في عقب الكامل باستثناء فتوح مش موجود انت بغيب عنك حجازي أفضل مدافع في آخر عشر سنين في الكورو المصري وفتوح غيب فتوح كمان غيب في كيس الأمم وكان أي من قش في العقب وخرج فتوح مباراتين بسبب الإصابة شد عاد قعد تلعبا 8 يام مش موجود فانت المبارح في المباراة بتلعب بالتنين اللي كانوا موجودين واحد دلهم كان موجود اللي هو حمود حمدي الوينش والرجل اللي نزل اتصاب ونزل ياسر إبراهيم يا شاء القدر ان الرجل كمان رايح بتشالنجي أصعب كتير انه كده بيفقد كل خط الدفاع تقريبا بلكامل عمر كمان أبو أحمد كانش موجود مع عقب مبارات مبارح فتوح عاد لكن اللي اتنين اللي لعبوا مبارح سنتر باك ورجعوا المباراة وضيف عليهم حجازي كمان بيغيبوا فانت عندك تشالنجي كبير وحيا كارلس كروشو اللعيب اللي عملهم بها طبعا كلهم مدرب رائع جدا ولعبين رائعين جدا هنتكلم بقى ازاي نلعب قدام السنغال في مبارات العودة ازاي نتعامل فنان وتكتكان مع هذه المواجهة الكبيرة بعد هذا الفاصل على البرد مع أمير وجمال خليكم معكم انا كده بلدي وبحب ببلدي وبموت في بلدي الله عليها الله انا كده بلدي وبحب ببلدي وبموت في بلدي غضر الله عليها الله ويتقدر المتخم المصريين بلدي وياللي هوا هيرد الروح بلدي في التاوي القلب كان مجموح بلدي في رجالة هدني كده مهما تلوح بلدي بتوحد ربي الكون الواحد بلدي اصحبوا 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 كل نواحي بلدي افضل افرق يولدها يا عالم بلدي 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 اصحبوا 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 بلدي جدا حالتين دفاعيتين عبال ما تطلع الحالتين الدفاعيتين معانا هتونا اين جبعا طيب بص هو لحد ما نطلع تطلع الحالات فاحنا دايما كان عندنا حاجة مميزة جدا هجوميا لان احنا بتدينا المطش ضغطين مستغلين فكرة ان احنا بنلعب على ملعبنا وفي جمهورنا فكونا بنضغط ضغط عالي بالظبط ده لتنظيم الدفاعي اللي احنا في دعم دفاعي هتنقيه من حمد فاتحي ومن محمد النني اللي بيرجع بسرعة جدا اول ما منتخب السنغال يسترد الكورة طيب نشوف الحالة اللي بعدها نفس الشكل في اتنين دايما موجودين من ثلاث خط الوسط اللي هم غالبا بيبقوا حمد فاتحي وحمد النني الدابل سكس اللي بنأمن بهم الحتة دي علشان يزيدوا مع المدافعين في الحالات الهجومية لمنتخب السنغال نشوف الحالة اللي بعدها الحالة اللي بعدها الحالة اللي بعدها دي مهمة جدا ليه مهمة جدا علشان احنا في الشوت الاول اعتمننا على عمر جابر في دور هجومي مع محمد صلاح واحنا بنلعب ضد ساديو مانيه فده برضو بيأكد الكلام اللي قاله جمال ازاي احنا منظومتنا كلها بتقدر انها تخرج افضل حاجة مننا دفاعية لما كان عمر جابر بيتقدم هجوميا كان احمد فتوح دايما سابت دفاعيا وبيجي واحد من خط الوسط هنا سواء انني او حمد فتحي ويغطي مكان عمر جابر لحد ما عمر جابر مايرجع فكنا بنمنع اي خطورة لساديو مانيه في الشوت الاول طيب دي الحالات الدفاعية وخلاص الناس بقى وادخالها ازاي فعلا قال له سكيروش عمل لنا منتخب دفاعي قوي طيب نرد ازاي بقى على الناس اللي كانت بتقولي ان احنا مبارح ما كناش بنهاجم وكنا بنعتمد يعني ايه على الله بص يا سيواء كله على الله طبعا شوف بقى الحالات الهجومية طيب دي فرصة لمحمد صلاح اول ما هنشوف محمد صلاح بيلعب الكرة دي على طول احنا فهمين انها بتروح للقريبة وغالبا بتروح لساديو مانيف ليفربول والساديو مانيف يروح قطع على القريبة ويروح جايبها تمام هم انصلاح فعلا لعبها على القريبة شوف بقى كم واحد جوه منطقة الجزاء الكريم دي بعده كان مصطفى محمد في الكرة دي وفعلا كان لو قطع على القريبة كايز خلصة جون بالزبط طيب حنلاقي حنلاقي ان فيه ثلاثة من منتخب مصر جوه منطقة الجزاء وكان اقربه مصطفى محمد مصطفى محمد هو اللي ما قطعش على القريبة يبقى احنا هنا لما نيجي نقول الخلل كان في الخلل كان في كالوس كيروش وفي طريقته ولا كانت هنا مشكلة ان مصطفى محمد قرار مصطفى قرار مصطفى محمد ده قرار مصطفى محمد ايه بقى الكرة اللي بعدها نفس الشكل برضو هنا عرضية بتتلعب في عندنا كام واحد جوه منطقة الجزاء تلاتة جوه منطقة الجزاء العرضية دي بتوصل على رسم الصفى محمد بيلعبها بس بيلعبها ضعيفة في ايد ادواردو مندي يبقى برضو مشكلة ايه مشكلة قرار مش مشكلة منظومة هجومية نشوف الفرصة اللي بعدها برضو نفس الشكل كرة الناحياة دي من ناحية ترزيجي بس فيه برضو تلاتة جوه منطقة الجزاء على فكرة وقت هكتور كوبر كل الكرات دي كان دائما بقى في مهاجم واحد جوه منطقة الجزاء الله ينور علي هو ده بقى الاسلوب الدفاعي لنقدر نقول فيه انه فعلا كنا نعتمد على يلا نباصل محمد صلاح لما احنا اتفاضل يا جميع اه في الفريم ده تحديدا الفريم ده تحديدا الفريم ده قبل تسجيل الهدف بتلات دقايق يعني امتى يعني في الربع التاني من الشغط الاولاني الناس كان بتتكلم ان احنا بدأنا اول خمس دقايق ضغطين وبعدها ابتدنا نشتغل على ده بعد ما سجلنا اللقطة دي مشابهة للاقطة الهدف لان عمر السلية الكرة قطعت منه على خطة 18 وبعد كده يرجع يعمل الريباوند او الديفنس هنا عشان الكرة ما تطلعش كاونتر اتاك علينا تبص على اللعبة دي تقريبا في دي 24 دي 24 يعني في تلت التاني بص كامل عيب في التلت الأخير بتاع الملعب اتنين اربعة ست لاعبين كان كارلش كيروش بيتهم ان هو العدد او كمنزومة عدد الافراد اللي بيحاول ينفس بهم الفكر الهجومي انا هنا بتكلم على احمد فتوح عمر السلية محمد النيني محمد صلاح تريزي جي موجودين جوه ال 18 كمان كان فيه اوبرلابس كتير بتتعامل مع عمر جابر واحد من اللعيبة اللي كانوا مفاجأة بالنسبة لي تاني وده نجاح كبير جدا جدا رغم ايجادة عمر جابر طبعا لكارلش كيروش فاضر امير طيب نشوف الحلال اللي بعدها برضو نفس الشكل بنفس طريقة الهجوم دايما عندنا تلاتة على الاقل لجوة منطقة الجزاء نبرضو نكمل اللي بعدها هنا واحدة كانت حلوة قوي اتعامل من محمد صلاح لعمر جابر هنا عمر جابر عمل ايه؟ عمر جابر بدل ما يلعب الكورة لبرة كان باصص في الارض فللأسف العرضية ما طلعتش مظبوطة كلنا قلنا لبرة سواء خد الكرار اللي جواه بالضع هو ده بقى هي دي بقى الفكرة احنا كان عندنا مشكلة في القرار لكن مش مشكلة خالص ولا في طريقة اللعب ولا في المنظومة نكمل الحالات اللي بعدها بس انا بقى جايب لك حاجة مهمة جدا جدا عايزين بقى نشوف الراجل ده بيلعب على الله برضو كده اللي هو يلا يا جماعة حننزل وربنا يكرم ونعتمد على إمكانياتنا الفردية زي ما فيه ناس كتيرة بتتهمه ونعتمد على وجود محمد صلاح ولا الراجل فعلا عنده فكر ومنظومة بيحاول يطبقها على مدار سنوات الخبرة اللي هو قال عليها في المؤتمر الصحفي فرجعت لمباراة يعني شهيرة ليه ليه مباراة إيران والمغرب في كاس العالم 2018 وقتها هو كان مدرب إيران وفاز واحد سفر بقون جول برضو بالمناسبة فقلت تعالى كده نشوف الحالات الدفاعية والهجومية بتاعته الحالة دي هم اللابيات طبعا إيران اللابيات انت ما شفتهاش هي هي بالزبط بالزبط في الحالة الأولى اللي احنا عرضناها لمنتخب مصر نفس الوقفة نفس الترتيبة بتاعت خط الدفاع على خط واحد نفس الدعم من خط الوسط اتنين دايما قريبين من لعيبة خط الدفاع نفس الشكل بالزبط كان منتخب إيران بيلعب به تحت كيادة كالوس كيروش شوف الحالة بقى اللي بعدها الهجوم هي هي بالزبط نسخة نسخة منتخب إيران كان بيلعب بنفس الطريقة مع الراجل الراجل بيعتمد على منظومة باختلاف الأسماء مايفرقش مع الأسماء هو بيعتمد على طريق والعظمة انه بيعرف يطوع اي لاعب على المنظومة وهو ده نجاح المدرب علشان كده بنقدر نقول انه هو مدرب كويس انه هو ناجح في الاختبارات بطريقة او بالمنظومة اللي هو بيحاولي طبقها مش مهمة من نهاردة معي محمد صلاح او انا في إيران ما كانش معايا واحد من احسن لعيبة العالم شوف الحالة اللي بعدها اللي هي اخر حالة نفس الشكل بالزبط اربعة في منطقة جزاء منتخب المغرب والمطش ده كان خمسين خمسين ما بين الفرقتين الفرقتين ضيعة وفرص كتيرة وفي النهاية منتخب ايران فاز بانجول بالزبط المنتخب جميل رايحين السنغال بكرا ان شاء الله نعمل ايه بقى في السنغال نتعامل مع المباراة دي ازاي هل هيبقى فيه اي تغيير تكتيكي او فني او تشكيل او طريقة لعب في المباراة السنغال ولا هيلعب بنفس طريقته كارلو سكروشي كارلو سكروشي من المدربين طول ما الامور ماشية في الشكل والسياق والطلبات اللي هو طلبها زي ما حصل في المباراة ناس كنت بتكلم ليه ما غيرتش الخمس تغييرات ليه ما غيرتش الاربع تغييرات لان الراجل مقتنع بالمردود اللي بيقدمه المجموع اللي في الملحب الراجل عمل تغييرة اولى اضطرارية بخروج محمد عبناني منزول ياسر ابراهيم وبعدها كانت تغييرة عمر ماروش ما كان مصفح حمد اللي استنزف بدنيا تماما في الديا سبعية فالراجل كان مقتنع تماما بالمردود مقتنع تماما بالمردود اللي بيقدهم مجموعة اللعيبة دي يمكن يمكن الراجل يفكر في بعض بعض التعديلات على صعيد الافراد طبعا فيه تعديلات اضطرارية بسبب غياب الوينش ومحمد عبنعم لكن على صعيد المجموعة على صعيد الشكل يلعب به اربعة تلاتة تلاتة مش هيغيرها الراجل تقول لي هنا بقى الشكل الهجومي للسنغالة هيبقى عامل زي عشانا لأسف فضيلي دقيقة واحدة تبقى عامل زي واح هنتعامل معدي في عياني ازاي السنغالة هتعمل سيناريو من اتنين ما نومش تالت عشان الوقت بيجري هما بيعتمدوا على الاربعة تلاتة تلاتة الثلاثي اللي في الوسط ده ادريس جانا جايه نامبليس مندي وشيخه كياتي التلاتة دول وارد الراجل عشان يبدأ المباراة بضغطه هجومي يستبدل واحد من الثلاثي دول علشان الثلاثي دول قدراته من الدفاعية اكتر وبيشتغل باربعة تلاتة تلاتة معتمدا على الثلاثي الامامي اسماعيل اصار ساديو ماني وفامرا دي ديو الثلاثي دول بيعمله كل الشغل الليجومي وبيحصل زيادة بالتبادل ما بين شيخه كياتي وإدريس جانا جايه الراجل هيعمل ايه؟ وارد جدا جدا انه يفكر لانه عمل دي لما حس انه عنده عقم تهديفي في الدور الاول من الكان غير العيب من الثلاثي اللي في وسط الملعب ونزل اللعيب بامبا ديانجلي نزل في الشوت التاني في مباراتنا او يلعب بكولايديا ويدخل اسماعيل اصار انسايد يشتغل جوا شوية او يحط هنا ساديو ماني انسايد شوية ويلعب بكيتة بلدي من بداية المباراة ولكن ولكن الراجل محترم تماما منتخب مصر لكن مع الدفعة والزخم الجماهيري وان الملعب خلاص اتحجزت ساعته بالكامل الـ 50 الف متفرج في دكار ان شاء الله فان شاء الله ان شاء الله هو بشكل كبير جدا مش هيعمل اي تغيرات هينزل بالـ 11 رعيب زي ما هو الا الحالة اللي احنا اتكلمنا عليها والثلاثة اللي في وسط الملعب وارد واحد منهم يتم تغييره واعتقد انه ممكن يكون على حساب نامبلس مندي جمال انت شرفت من الله كان نفسي طاول أكثر من كده هسألكم سؤال بس ممكن اخد ايجابة سريعة جدا ان شاء الله بجملة حتى من الشكل فني الناس بتسأل لو احنا لقدر دخل فينا جون احنا خايفين التحول اللجومي احنا دفاعين كويسين التحول اللجومي ممكن يبقى فيه خطورة رأيك يا عمير بص هو كان عندنا مشكلة في ان محمد النني للأسف لعب واحدة من اسوأ مبارياته لدرجة ان الحاجة اللي هو مميز فيها معدل تاميراته الصحيحية كان واحد وتمين في المية رقم قليل جدا اعتقد اعتقد ان لو لا قدر الله ده حصل ومحمد النني كان في حالته مع عمر السلية وحمدي فاتحي وخرجنا بكرة مصبوط ممكن نستغل التحولات الاجومية مصر باذن الله باذن الله هتستغل هتستغل اندفاع المنتخب السنغالي المؤكد مهم جدا ان اقسم المباراة كان لشكراش بيعمل ده بامتياز الربع ساعة الاولى تعدي دون انا استقبل اهداف الضغط ما يكونش بلو بلوك ما نزلتش تحت قوي اضغط من فوق شوية اضغط ميد بلوك او دفاع متوسط من فوق شوية علشان محطش نفسي تحت ضغط بداية المباراة اعد الربع ساعة الاولى بشباك نظيفة انساء الله مع الدفاع المنتخب السنغالي واللعب على الصبر اللي بيعملو كارلس كروش هنسجل في الوقت المنتخب السنغالي هيكون ضغط علينا فيه يا رب اضيف حاجة بس اضيف حاجة عشان نفتكره مع بعض يلا في مباراة المغرب لما دخل فينا هدف مبكر جدا جدا احنا عملنا مباراة هجومية خيالية على المغرب بعد الهدف فبس دي نقطة تدي امرة للناس عشان الناس تسأل احنا بنقع في نفع كويس بس لو دخل فينا اقول مش نقع في نهاجي لأ احنا هجمنا قدام المغرب لما دخل فينا هدف وبعد اللي احنا عرضناه ده لسه في حد شاكك ان احنا ما هاجمناش نقعرف نهاجي حتى لو احنا بندفع امير انا بشكرك جمال بشكرك شكرا يا كريم دي كانت حلقتنا النهاردة اللي مشت زي الساروخ بصراحة بسرعة جدا في حلقات كده بتبقى حلوة قوي كل الديو فيها بيبقوا رائعين وممتعين كابت النادر النهاردة كان رائع امير وجمال كالعادة رائعين فالحلقة يعني الكلام حلو عن الكورة الكلام حلو عن منتخب مصر رب دايما يفضل كلامنا حلو على منتخب مصر يوم التلات بإذن الله كلنا نبقى هنا بنحتفل بمنتخب مصر كاسي العالمي بإذن الله أشوفكم يا رب تعالى أدخل تعبنا كتير وشوفنا كتير عشان خطرك ما اشتركوا في القناة